اشتركوا في القناة بن حمد لفنون القتال المختلطة فهد عبد الرزاق إلى الدور الثاني من بطولة العلم للهواتة والتي ينظمها الاتحاد الدولية لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة القتال النهائية والتي تحتضن منافساتها مدينة لاسوفيغاس الأمريكية تفاصيل أكثر في التقرير التالي بداية قد تكون مثالية ولكنها تتميز بأنها قوية فهي ليست بالبطولة العادية هي مشاركة عالمية فقد استطاعت البحرين أن تسجل أول انتصار في بطولة العلم لفنون القتال المختلطة للهواء متمثلة بالفوز الذي حققه مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة فهد عبد الرزاق المشارك بوزن 57 كيلوغرام وذلك خلال النزال الذي جمعه بالمقاتل البريطاني وارين موسين صاحب فضية البطولة الأوروبية والمصنف الثاني للبطولة يحجز بذلك مقعده في الدور الثاني في هذا التجمع العالمي والله الحمد لله الفويت كان سهل لأنه تمردنا كل يوم ثلاثة شهور من شهر أربعة قبل الفويت الحمد لله الله وفقني يعني إن شاء الله أبواتنا أدي بعد وني بالفوز والميدالية إن شاء الله تهبيه نحن نلعب رسلين لأنه مدربنا من روسيا يلعب رسلين فيعني أنا ودي أركز على المصارعة لأنه أنا لعبي مصارعة وأحب ألعب مصارعة الحمد لله يعني شلتها ونزلتها على الأرض وانفصلتها تفعلها مواضن ووقفوا من النزال الحمد لله لقد فاز فهد اليوم وقدم نزال أف جيد وأتمنى له التوفيق والوصول إلى النهاية وبالعودة لمنافسات البطولة لم يوفق بقية مقاتل الفريق في اجتياز الدور الأول فقد خرج المقاتل حسين عياد المشارك بوزن 56 كيلو جرام وهو أحد أقوى المرشحين لنيل لقب البطولة بعد خسارته من المقاتل الإيرلندي أما المقاتل علي إبراهيمي المشارك بوزن 77 كيلو جرام وادعى هو الآخر البطولة بعد خسارته من المقاتل الفرنسي هنري ديمتري الذي تمكن من خطف بطاقة التأهل ومن الجانب الآخر تلقى المقاتل محمد عدنان المشارك بوزن 70 كيلو جرام خسارته الأولى في المشاركات الخارجية مع الفريق وذلك في النزال الذي جمعه بالمقاتل الإسلندي ناكون كابون ليودع المنافسات من يومها الأول الفايت ما كان صعب خاصة نلعب نراند واحد يعني أنا التعب ما تعبت فيه احنا بدينا استرالي كان كنت أنا اوكي اول قر كنت فاني يعني قاعد لعب حل زين سويت تيك داون نزلنا تحت كان عندي كنترول قمنا وقفنا مرة ثانية رادي هو رأي حق تيك داون انا عبالي انه باخر حق آرنبار هاي تاكنيك في الجددسو نزل في البداية كان الان بارتايت كان عندي في لحظة هو فرق ايدي انا ما انتبعت حقها في يوم مفتار طلع فانا قمت مرة ثانا بار حق تيك داون بس كانت ريابتي مكشوها فاخد نوتوك وخلاص الفايت فهو في النهاية يقل لك أنا اللي ضيع الفايت من ايدي يعني كان الفايت كان عندي انا اللي خسرت روحي فيه حاولت اعدي حاولت اصوي اللي اتمرنت او دي بس هو يعني كان وايد خاصم قوي واول مشاركة لي في هالبطولة وهو استغل نقاط ضعفي يعني كنت انزل لا تحت وكان يصيدني بمسكوت انا الصج كنت ضعيف فيها بس الحمد لله راح اتمرن عادل وان شاء الله بحط على روحك مرة ثانية بتأهل المقاتل فهد عبد الرزاقي يزل الستارة عن منافسات اليوم الاول للبطولة العالمية للهواء لفنون القتال المختلطة وبتأهله تبقى الامل لحصد ميدالية بنكهة عالمية حزم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة لاس فيغس الامريكية حزم الشيخ لت France اجواهواوا الاول انعتم الغر الوحيد انظر ال�� اشتركوا في القناة